موسيقى موسيقى قد استشهد من استشهد موسيقى موسيقى وسطروا بذلك تاريخا جديدا برسل تاريخا جديدا العسكرية المصرية من أبناء الشعب المصري الجيش من أبناء الشعب المصري والقضاء من أبناء الشعب المصري والشرطة من أبناء الشعب المصري كلنا أبناء الشعب المصري وقاتلنا من أجل وقاتلت القوات المسلحة لبسالة وتبرياء وقلوة وأزهلت العالم كله بهذا الانتصار المجيد لكن الحقيقة يوم السبت 6 أكتوبر كانت الساعة 2 إلى 5 وابتدينا نسمع البيانات الموجودة وابتدينا نعرف في الأيام اللي بعد يوم 6 إزاي الناس فكرت في يوم 6 أكتوبر وابتدينا نسمع وإحنا في وقت ده كنا شباب ونحب جدا حكة المفاجأة وإزاي ده حكنا عليهم فشوفنا إزاي الجيش المصري يفكر إن احنا نختار يوم السبت والديانة اليهودية المفروضة بمعندهاش أي شغل يوم السبت إزاي نفكر إنه ده يوم عيد كيبور عندهم وده من أحد من العياد الدينية الموجودة وبالتالي هم مش هيشتغلوا في ذلك الوقت إزاي كان يوم 10 رمضان ويوم 10 الأمر ليه نوع معين ففيه مد معين في قناة السويس فحنقدر القوارب اللي نعدي بها قناة السويس إزاي اختيار يوم 10 رمضان يبقى فيه مد بشكل معين إزاي هنختار الساعة 2 الدهر عشان الشمس تبقى في ظهر الجنود المصريين وهم بيعدوا تبقى في وجه الجيش الإسرائيلي وهم بيواجهوا الجيش إزاي هنضرب الساعة 2 إلى 5 الطيران يضرب كل المناطق اللي فيها القيادة الاستراتيجية الحياة في العشر قيام دول من يوم 6 أكتوبر احنا قاعدين نسمع كيف عد الجيش المصري المشير أحمد اسماييل علي وكان في ذلك الوقت فريق الجمسي كان هو رئيس الأركان وكان كاتب الحكاية دي بخطي إيده كان قالولنا ان هو تكتبت بخطي إيده عشان السرية وكانت بتعرض بسرية شديدة إزاي الجيش المصري كان عامل تنسيق مع الجيش السوري في وقت الهجوم الحياة في العشر تيام دول كان شعور جميل جدا إن احنا في الشباب في ذلك الوقت إزاي تحكنا عليهم وإزاي قدرنا نعدي بجيش على مسافة 180 كم بنعدي بجيشين كاملين الجيش الثاني والجيش الثالث الـ 6 أكتوبر يوم في تاريخ مصر مفحور في قلوب كل المصريين يوم لا ينسب الحقيقة دي أيام فخر لمصر وكل العساكر والزباط كانوا شيء يفرح بالقصص والحكايات كان آخر النهار أروح يعني أفتر كان أنور السادات يعني الساعة ستة دي الوجبة بتاعته فأروح واحكيله بقى عن كل العساكر والزباط والحكايات البطولة اللي كانوا بيحكوها لي وكان بيبقى سعيد وفخور جدا 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 بهم واللي هما ويفوا جنبه وحربوا معاه وانتصروا لمصر وردوا لها كرميتها وعزيتها بعد احتلال سيناء كان لا يقبل أبدا للواء الحد السامح توفيق للواء رشاد للواء محمد رشاد ابراهيم اليوم محمد الرشاد الرحيم ووكير مخابرات العامة سابقاً ومسؤول رئيس ملف الشهور العسكرية الإسرائيلية عن إسرائيل في الفترة من بعد الماكسة وحتى كبديب وأنا كنت المسؤول عن أن تتصلح بالمعلومات العسكرية الإسرائيل في هذه الفترة وأعتقد أننا نجحت في بناء قاعدة المعلومات وكانت قاعدة المعلومات الموجودة في حرب الاسرائيل وصابقاً لما قدر بالنسبة لإسرائيل وقاعدة المعلومات كانت أساسية لأن كانت من أسباب ناكسة 67 وقصوب معلومات عن العدل لكن الحمد لله نجحنا في أن نحن نجح قاعدة المعلومات ووضعت القوات المسلحة خطتنا عليها ثم بعد كده تأكد النص من خلال قاعدة المعلومات وأعتقد النجاز ومحابرات العامة في هذه الفترة قوما بواجبه تماماً الحمد لله مخصوص بلد 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 جنبه وتفاخده وستعدد شلعة تاني من الوارد ولو مخطاقة بينا فايضة موخ تاني ترجمة نانسي قنقر